طبعا السؤال هذا سؤال مصيري وبحدد مصير الإنسان ولأنه احنا بنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية خلينا نبتدي بالتعريف ما هو التعريف الحياة الأبدية أشكرك يعني موضوع الحياة الأبدية موضوع مهم لأنه زي ما حكى شرط يتكلم عن المصير الأبدي والمصير الأبدي هو الشغل الشاغل لأي إنسان موجود على الأرض لما أقول الحياة الأبدية البعض للأسف بيظن أني أتكلم عن الحياة ما بعد الموت ويعني بما أننا عايشين في حياة تسمى الحياة الدنيا فإن الحياة الأخيرة هي الحياة الأبدية لكن الحياة الأبدية ليست فقط طول حياة يعني حياة طويلة لا تنتهي لكن الحياة الأبدية هي صنف حياة لما أقول عنها صنف حياة يعني نوع حياة فالإنسان الحياة التي تسمى الحياة الأدمية نحن نمتلك الحياة الأدمية التي تميزنا عن الكائنات الحياة الأخرى لكن في صنف آخر من الحياة غير الحياة الأدمية يسمى الحياة الأبدية هذه الحياة الأبدية هي حياة الله الأبدي فعندما أتكلم عن الحياة الأبدية أنا أعني بالتحديد حياة الله الأبدي كيف أحصل على ذات حياة الله على نوع حياة الله على صنف حياة الله وطبعا كلمة الحياة الأبدية جاءت في العهد الجديد كثيرا وجاءت في العهد الأديم مرتين بس في العهد الأديم جاءت في مزمور 133 هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد وجاءت في سفر دانيال أصاح 12 لكن في العهد الجديد جاءت في الأنجيل الإزائية مات تمرق سلوقة وجاءت في إنجيل يوحنى وكتبات يوحنى بمعنى آخر وجاءت في كتبات بوليس بمعنى آخر في العهد القديم مع الأنجيل الإزائية بتكلم عن طابع الحياة تحت حكم المسيح عندما يملك المسيح شكل الحياة عندما يسود المسيح لكن إنجيل يوحنى مع كتبات يوحنى تتكلم عن الحياة الأبدية باعتبرها صنف حيات الله الأبدي اللي بناله هنا بالإيمان القلبي بشخص المسيح فإذا نحن نتكلم عن حياة ذات الله أنا بحصل عليها في الحاضر مش بالضرورة أنه بعد الممات عشان كده يحنى 3-16 لكي لا يهل كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي من يؤمن بالإبن الآن له حياة أبدية وهذا الحياة بتبتدي هنا على الأرض الحياة الأبدية اشتركوا في القناة